موسيقى في علامات استفهام كتير جدا عن ده الموضوع ده الجزء الثالث أو النقطة الثالثة المهمة جدا نحن نتكلم فيها أنه جلسة يوم الحد جلسة يوم الاثنين تم التلويح فيها بأنه هيتم سحب الثقة من الحكومة الحالية وهي حكومة دكتور كمان الجنزولي ولم يتم سحب الثقة ليه؟ هل في عملية صح حصلت ما بين مجلس الشعب وما بين الحكومة؟ هل في طرف تالت تدخل في تهدئة الأوضاع ما بين مجلس الشعب وما بين الحكومة؟ أسألها كتير جدا مواضيع كتير جدا الدستور ولجنة التأسيسية اللي هتحط الدستور الدستور بلدنا اللي هنعيش عليه سنوات وسنوات مواضيع كتير جدا ملفات كتير جدا هنفتحها النهاردة مع ضفنا الكريم الأستاذ حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب صباح الخير أستاذ حمدي منورنا وأهلا بحادتك معنا النهاردة في البداية خلينا نتكلم عن أول حاجة وهي جلستي الحد والاثنين واللي قيل أنه هيتم سحب ثقة من الحكومة الحالية وهي حكومة دكتور كمال الجنزوري ولم يتم سحب الثقة السؤال هل في طرف ثالث بيتدخل عمل صلح ما بين الطرفين واللي هم مجلس الشعب واللي هم الحكومة ليه عايزين يسحابوا الحكومة تحديدا ليه عايزين يسحابوا ثقة تحديدا من الحكومة الحالية وليه ده ما حصلش؟ الصباح الخير أنا بس عايز أبدأ بحاجة صغيرة مهمة جدا أنا بناشد السيد وزير الصحة والسيد المشير رئيس المجلس الأعلى من القوات المسلحة وأنا رحصل للاثنين في طفلين واحد عنده سبع سنين اسمه زياد سمير أحمد أنا ما عرفوشي ولكن جالي ورقه الطفل ده بيحتضر في المستشفى الجامعة الآن جامعة طنطة عايز زرع خلايا جزعية أنا دايخ بالي عشر تيام على الوزارة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة عشان يعالجه هذا الرجل هذا الطفل السبع سنوات وحيد والدين والدتهم ما بتقدرش يتخلف تاني وطفل آخر اسمه محمد محمود أبو جمرة الطفل ده 14 سنة مصاب بسرطان في العزم ويحتاج للعلاج مستشفى 57 أنا بقى لي عشر تيام دايخ في هذه الوزارة والأطفال دي هتحتضر بتحتضر الآن هتموت وبقول لهم هتقابلوا ربنا ازاي يا مسؤولين مصريين بتصرفوا على حصن مبارك في المركز الطب العالمي 4 مليون جنيه يوميا مش عايزين نتعالجوا الأطفال دولت وكل واحد قاعد ينقلني لمسؤول آخر أروح للوزير يديني ينقلني الحد تاني ينقلني الوكيل الوزارة لزارة التأمين الصحي يعني حاجة غير مقبولة ما فيش أي حاجة بتحصل وهي دية وزارة السورة اللي أنا عايزين نسحب السكر منها حضرتك ساحب السكر حضرتك ما بيطلعش ببين يوم وليلة هو له عبر عبر إجراءات برلمانية أهمها الاستجواب يتم والنهاردة فيه أكتر من واحد وعشرين استجواب مقدمين في مجلس الشعب الآن لمناقشة الحكومة على رأسها هنعيق القانون برضو أربعة لسنة 2012 وده بقى نخشله في فكرة تانية في الحلقة دي استجوابات كتير جدا عدم تنفيذ الأحكام القضائية لحكومة جنزوري طرف التنفيذ الأحكام القضائية الصدد الودي على غيرار حكومة أحمد نظيف ولا فرقة بينها وبين حكومة أحمد نظيف سوى أنها نيولوك لأحمد نظيف فقط لا غير طب ليه لم يتم سحب الثقة لأنه فيه إجراءات يعني موضوع كله إجراءات يعني في سحندي لم يتم منحها الثقة حتى نسحبها ومن لم يمنح مش منحها أحنا مثلا لأ احنا حضرتك جاري منقشة بيان الحكومة وإعداد الرد على بيان الحكومة إذا لم يت إذا تم رفض بيان الحكومة هذا يعني سحب الثقة ولكن عندنا إشكالية تانية إن الدستور بيقول الإعلان الدستوري بيقول المجلس هو من يعين الحكومة وهو من يقيل للحكومة ودي أنا بقول للشعب المصري أنا رفعت القضية النهاردة خلفة المحامي بتاعي النهاردة يرفع قضية بعدم دستورية هذه الفقرة من الإعلان الدستوري لأن إزاي إحنا مجلس الشعب منتخب لا نستطيع إقارة الحكومة أو لأن إستطيع تعيين حكومة أخرى أنا بقول النهاردة هذه الحكومة تمضي إلى حال سبيلها وتقوم الأغلبية البرلمانية رغم أنني لست من الطيار الإسلامي أنا بدأ الطيار الإسلامي لأنه يشكل الحكومة الآن ليه؟ علشان يشيل البلد ويعرف البلد فيها إيه؟ ويحل مشاكل الناس إحنا عايزين الحكومة دي فعلا امتداد للحكومات السابقة حدثك شايف أن الطيار الإسلامي أو الطيار الأغلبية يعني عشان ما نبقاش بنتكلم في العموم هو حرية والعدلة لما احنا بنتكلم عن الأغلبية لم يتكلم عن الحرية والعدلة حزب النور حدرتك شايف أن الحرية والعدلة وحزب النور إذا شكلوا حكومة هيقدروا يحلوا مشاكل البلد وما عندهم كفاءات كتيرة جدا يقدروا يحلوا البلد حقيقي حقيقي أطر ماشي تمام طيب نتكلم عن جزئية تانية وهي جزئية التمويل الأجنبي أو المتهمين في عضية التمويل الأجنبي حقيقة أنه أثناء المحاكمة قيل أنه المتهمين دول ممنوعين من السافر وبعد كده كل الشعب المصري تفاجأ بأنه هما سافروا اللي تم في القضية دي فان وإزاي تم منقشتها في مجلس الشعب كل الشعب كان يعني أقول إيه الشعب كله غير راضي عن ما حدث حقيقي ده إهدار وإهانة لكرامة المصريين ولكن هي في نقطة مضيئة شوية باريت نقولها برضو أن أوباما دافع عن الأمريكان وخدهم رغم أنهم مجرمين في مصر ودفع عنه حكومة المصرية بتدفع عن المصريين في الخارج مثلما تقوم الحكومة الأمريكية بتدفع عن مواطنها هذا لا يحدث إطلاق لا طبعا لا يحدث بالمر محبوسين في إسرائيل محبوسين في السعودية محبوسين في كل مكان ولا يتم الالتفات إليهم نهائيا هؤلاء نرجع عايزين الحكومة المصرية والإدارة المصرية لدافع عن المواطن المصري مثلما حدث في بلغاريا ممارزات البلغاريات اللي موتت الناس في ليبيا وتم ضغطت كل الاتحاد الأوروبي لسحبهم والإفراج عنهم من العقيد القزافي وتم إلغاء العقوبة عنهم بحجة أنهم سينفزوا العقوبة في بلغاريا وفي المطار قام الرئيس بلغاري بالعفو عنهم هؤلاء هم اللي بيدفعوا عن مواطنيهم علشان كده فيه انتماء وفيه ولاء من المواطني هذه الدول إلى دولها أما إحنا حكوماتنا ووزارة الخارجية المصرية لا تعير أي اهتمام لأي مصري محبوس أو مقبوض عليه أو عنده أي مشكلة حتى في الخارج طيب فيه الحياة جزئية أستاذ حمدي وهي أنه القصة دي هل ممكن يتم الكلام فيها مرة تانية أو اللي خلاص الملف تقفل كده بسفرهم لا هو دلوقتي عمله ضبطه وإحضار لهم تاني طبعا الكلام ده مش هيتنفذ كلام ده حك على الشعب المصري لابتهدئة بس مش أكتر والشعب الزكي الشعب مش هيقبل الكلام ده إطلاقا يعني الشعب المصري بقى عارف إيه اللي بيحصل أني بقى فيه نقطة حتى بتتقال دلوقتي لما هينما قال الدكتور الجنزوري أنه وصل لن تركع أبدا فرد عليه أوباما قال له جنزوري فقال له خلاص ترجع على المراضي ده كلام مش تنزل المراضي ترجع على المراضي إيه قرمت إزاي سمح طب قبط عليهم ليه وبعدين بتحكم اللي معهم المصريين ليه أما عشان هم أمريكان على رسول مريشة إنما حديث الرسول عليه السلام يقول إن إنما أهلك الذين من قبلكم إنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه الأمريكان وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد يعني هو قياس مع الفارق ولكن هم دمت الأمريكان يطلعهم والمصريين يتحبسهم يتحكم اللي اتنين يتفق عن اللي اتنين واللاتنين يجب أنهم يحكموا والعدالة تحقيق العدالة يعني ده شيء ما فيهوش كلام فعلا حتى أنا قدمت اقتراح بإحالة كل مسؤول إلى التحقيق اللي طلعهم السجن يخش مكانه مستجن لطلعهم السجن يخش السجن مكانه ما ينفعش لن يقبل الشعب بأقل من ذلك رأي حضرتك إيه في أداء مجلس الشعب الحالي راضي عنه هو مجلس الشعب في اللجنة العامة فيه كلام كتير فيه كلام كتير وكل النواب بيحاولوا يتكلمهم المدد قليلة ما بيبقاش فيه تحل الفرصة لأن حد يرد أي فكرة خاصة به بعد دقيقة أو نص أو دقيقتين الدكتور كتاتني يقولك وبناء عليه وأنت ما كملتش أي حاجة ولكن فعلا اللي جان تعمل بكفاءة شديدة جدا لجان مجلس الشعب هي المطبخ الرئيسي للمجلس هي اللي بيتم فيها كل إعداد مشاريع القوانين احنا فعلا المجلس ما كملناش أربعين يوم يا جماعة أربعين يوم واستنوا في خلال شهر هتطلع كمية كبيرة جدا من القوانين ومشاريع القوانين اللي هتعالج القصور التشريعي السابق الموجود في القوانين السابقة وحتعالج منها قانون السلطة القضائية قانون منع التصالح مع المستثمرين القوانين القوى العاملة خاصة بالقوى العاملة القوانين كتير جدا المشباكر أكتر من 30 أو 40 مشاريع الكاثرين الحقيقة بيقولوا إنه إذا إحنا بنفكر أو إحنا بنطلب سحب الثقة من حكومة دكتور كمال الجنزوري فهناك بعض الأصوات تطلب سحب الثقة من مجلس الشعب لأنهم عندهم حالة من الإحباط الشديد لكذا سبب أولا لأنه مجلس الشعب طبعا مع كل إحترام ليه وهو مجلس منتخب وهو منتخب انتخابات شريفة ونزيها من قبل الشعب المصري ولكن كمان فيه ناس مش شايفة نفسها في مجلس الشعب مش لقيا صوتها مش لقيا حد يتكلم عنها مش لقيا اللي يمثلها في مجلس الشعب دي النقطة الأولى النقطة الثانية إنه حتى الآن مجلس الشعب ما شفناش أي نتيجة يعني ما شفناش أي إنجاز ما شفناش أي حاجات حققت ما بنشوفش غير كلام أستاذ حمدي مجلس الشعب جهة رقابية تشريعية وليس جهة تنفيذية هل بيقوم بدوره الرقابي بطريقة مظبوطة؟ لا فعلا كل اللجان إحنا كله في منجم السكري لسه أول أمس في اللجان تقص حقائق واحدة بدبعة مظبوطة لسه هنتكلم وهنفتح المقالات بدبعة حضرتك لا اللجان في مجلس الشعب بتعمل ليلة نهار فاني مجلس الشعب بيعمل من الساعة العاشرة صباحا حتى السامنة مساء المتصلة أما المشكلة في إيه أستاذ حمدي المشكلة في إيه؟ الوقت الشعب كله متسارع وطالب إنجاز لحظي أو فوري من مجلس الشعب مجلس الشعب كم القضايا وكم مشاكل المواطنين المعروضة عليه رهيب وكل يوم نجد مشكلة وراء الأخرى يعني مشكلة صفر الأجانب دول خليت جلسة بحالة احنا نعمل ايه؟ مشكلة برسعية خليت جلسة طهراء فيه كل مشاكل كتير قوي كل المجلس فيه جدوى الأعمال يعني جدوى الأعمال اللي تم فيه مناقشة صفر الأجانب الأمريكان ده كان مخصص للاستجابات الخاصة بسحب السقم الحكومة وعلى رأسها عدم تنفيذ حكم شركة النيل لحليج الأقطان عدم تنفيذ ده حاجة تخصين أنا عدم تنفيذ حكم شركة غزش بين عدم تنفيذ وأحكام كلها واجبة الدفاز وتهدر على المصر أكثر من 30 مليار جنيه والدكتور الجنزوري طعن في هذه الأحكام عدم تنفيذ شركة النيل العربية تجارة الخارجية المراجل البخارية طنطل الكتان عمر فاندي شركات كتير جدا فيه استجابات خاصة فيه استجابات خاصة عدد كبير من استاد النواب في المجلس أنا للأسف مش بكرة كلها ولكن استجابات قوية جدا كلها يعني حدثك راضي عن أداء مجلس الشعب الحالي وشايف أنه بيقوم بدوره تمام في أي مشاكل ولكن الوقت مع قسرة الأزمات وقسرة المشاكل يمكن هو ده اللي معطل لأحنا فعلا كل النواب بيقولوا لهم مش عارفين ننام ولا طلبات المواطنين ولا طلبات التعيين ولا طلبات ولكن الحكومة يجب النهاردة طب ما بتقلش ليه كل اللي فوق الواحد وستين كل اللي فوق الواحد وستين سنة 264 ألف مستشاق استشاري موجودين في القطاع العام يتقاضون من 200 ألف إلى نص مليون إلى مليون إلى 6 مليون جنيه مرتبات شهرية حتى اليوم اللي حكومة ترفض إقالته ليه فيه حاجات كتير جدا حصلت وبتحصل كلها الشعب المصري مش هاضي عنه فين دور الرقيب بقى احنا بنحاول فين بقى دور الرقيب اقول لحضرك احنا كان عندنا وزير الصناعة مبارح اه وقلنا له ليه ما بتنفس حكم تنتلك النيل اللي حاليجي الأقطان النيل اللي حاليجي الأقطان دي موجودة في 17 محافظة على مستوى مصر اه في الأهمية في المينيا أكبر والمحلة الكبرى وكافر الشيخ والبحيرة والاسماعيلية والعشر ورمضان والشرقية كل المحالك دي هي اللي كانت عاملة وقف هذه الشركة هو اللي عمل أزمة الغزول في مصر وهي اللي خلى النهاردة الفلاح مش عالي في بيع القرن بتاعه ان المغازل وقفة على مستوى الجمهورية خدنا لهم حكم قضاء هذه الشركة تساوي لا يقل عن 17 مليار جنيه أراضي فقط دون المصانع تم باع بـ 25 مليون جنيه دكتور الجنزوري بعد ما قال احنا مش هنتعن في الأحكام المبارح محصن جيلاني قال لك جلنا تعليمات اطعنوا في الحكم تعليمات من مين تطعن في الحكم ليه أول مرة نجد متقاضيا يرفض تنفيذ حكم قضاء صادر لسلحه نجيب لك حاجة جيب لك 17 مليار نقول لي متشكرين تطعن عليهم ليه غريبة جدا وأحكام واجبة النفاس كلها ليه بتطعن لأن أحكام مجلس الدولة واجبة النفاس حتى لو تم التطعن عليها قد للمستشمل 225 مليون جنيه اللي هو عايزهم رغم أنه اشترى الشركة بمجلس 25 وكان فيها موادقة نقضية بـ 80 مليون يعني تم بها الشركة بـ 140 مليون جنيه لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أننا بنتكلم عن أداء مجلس الشعب وأنه كدوره ورقيب قايم بدوره وده كلام أستاذ حمزي الفخراني راحت وشايفت منجم السكري وعينت وكان رأيها إيه وإيه اللي تم في المعاينة دي وإيه التقارير اللي اتكتبت وإيه حكاية منجم السكري وستاذ حمزي عايزين نفهم بالزبط مين الغلطان ومين المتورد في القصة دي وحقيقة إنه الشركة الأجنبية اللي مسؤولة عن الموضوع ده بتستفيد أكتر مننا بكتير جدا هي الأول نقول لشركة أجنبية من عدمه هي الشركة السنتمين ديت يمتلكها سامي الراجحي ده مصري من رشيد عشان فيه تشابه أسماء بينه وبين عائلة الراجح في السعودية أي لا هو مصري من رشيد ولكن حصل على الإجسترية الأسرائيلية هذه الشركة أنا تعانط على الحكم على هذا العقد لما رأيته أنه إهضاء للماء العام وضيع لحقوق مصر في هذه الاتفاقية لأن هذه الاتفاقية انتهت تعقد مواقع من سنة 1994 وده الثالث أكبر منجم دهب في العالم لم يتم يحقق أي إنتاج حتى 2001 بمجب الاتفاقية يتم فسخ هذه الاتفاقية وتعود المنجم لمصر هو مش استكشاف ده هو إعادة تشغيل هذا المنجم كان يعمل منذ أيام الفرعنة ثم أغلقوا الملك فاروق 1948 وقال في قرار الغلق حفاظا على حقوق الأجيال القادمة يعني هو بيعيد التشغيل أعاد من 94 لألفين وواحد يعمل إيه؟ ما حققش كشف دجال المهندس علي السعيدي وزير الصناعة السابق وكانت تتبعه هيئة السرعة المعدنية رفع أعضيه على شركة سنتيمين وطالبهم بتعويد 500 مليون جنيه ولكن رفض لم يتم التحكيم الدولي لم يستكمل إجراءاته حينما جاء سامح فاهمي وزير البترول المحبوس حاليا وتم إسناد هيئة السرعة المعدنية إلى سامح فاهمي سحبوها من الصناعة وأقالوا علي السعيدي قام بالتعاقد مرة أخرى مع هذه الشركة بشروط مجحفة في الشعب المصري وهو أن مصر تاخد 3% فقط كتاوة وبعدين المستسم الأجنبي يقوم باسترداد كل ما قام بصرفه بيل كامل كل مصرفاته يسر الدهب الكامل ثم 50% بعد عمر طويل إن شاء الله الحد النهاردة كل اللي مصر خادته من 3 أكبر منجم ده في العالم 14 مليون و400 ألف دولار وده مثبت بما قاله ومستلدات هيئة السرعة المعدنية ووزير البترول في مجلس الشعب 14 مليون جنيه لا نسيب الدهب في الأرض وخلاص احنا بنقص 14 مليون جنيه دول هو بيعمله ايه؟ روحنا المنجم يعني هو على فكرة فيه مفروض ما نتكلمش لما يطلع التقرير أنا هقول برضو عموميات تقرير اللجنة تقرير اللجنة لينا بمخالفات كثيرة جدا 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 جاه في بعض الجرائد من لجنة مجلس الشعب لم تجد سرقة الدهب هذا الكلام عاري تماما من الصحة وغير حقيق واللي كتبه كتبه بطريقة مغرضة بس ومش هادر اقول اكثر من كلها وحنستنى انتظر التقرير اللجنة اطلاقا موظف من هيئة سرقة المعدنية رغم ان رئيس مجلس ادارته تبقى للاتفاقية هو مصري اللي هو المهندس محمد عبد العظيم رغم ان لما يجوا يصبوا الدهب يطلبوا اتنين مهندسين يحضروا الصب فقط لغير ويمشهم طب هل في صب قبل؟ هل في صب بعد؟ في دهب بيطلع محدش عارف محدش عارف ايه الكنترول ايه الضوابط كل ده مش موجود استاذ حمدي اخيرا لجنة تأسيسية لوضع الدستور وللاسف ان وقت الفقرة بيجري بسرعة جدا لجنة تأسيسية لوضع الدستور الناس حقيقة مشغولة بحاجات تانية رغم ان الدستور يعني اي رئيس هيجي ايا كان هو مين مع احترامنا لكل المرشحين هو هيقعد اربع سنين وهيمشي انما الدستور اللي قاعد معنا الدستور اللي هيبقى بيتكلم عننا الدستور اللي هيبقى بيشوف حقوقنا وبنعرف من خلاله واجباتنا ايه اللي هيحصل في لجنة تأسيية للدستور وهل فعلا الحرية والعدالة هم اللي هيحطوا الدستور مصر القادم وهل فعلا دكتور سعد الكتاتني هو اللي هيبقى رئيس اللجنة طبعا هو بحكم ان هو رئيس مجلس شعب والشورى بحكم ان هو رئيس الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس شعب انا اسف طبعا هيبقى هو رئيس اللجنة اللجنة الماء ولكن انا عايز اقول حاجة ان مجلس الشعب هو سيعد الدستور فقط لغي اللجنة التأسيسية يجب ان تكون هذا العدد ممثل الماء يكون ممثلين لكل اطياف الشعب المصري وليس لطيار او فصيل سياسي واحد بعينه جوه مجلس الشعب النهاردة انا لو الحرية العدلة شاكرة عامة الدستور النهاردة فين بعد خمس سنين نفترض جدلا ان المصير الاحرار هم اللي نجحوا في الانتخابات هل حيلغم المصير هنغير دستور كمان اربع سنين اربع سنين الدستور يعبر الوثيقة اعلان اي دستور تقول ايه نحن جموع الشعب قررنا اصدار ودي وثيقة اي دستور في العالم نحن جموع الشعب انا بقول برضو يا جماعة كلها نازم نخلي بالنا احنا كنواب من مجلس الشعب اللي انتخابنا تلاتة واربعين في المية من الشعب المصري وفيه سبعة وخمسين في المية لم نحظر بثقتهم بدليل ان هم لم يحضروا الى هذه الانتخابات وفيه تسعين في المية برضو من الشعب المصري لم ينتخبوا اعضاء الشورى يعني احنا يجب ان مجلس الشعب للاجلة ادد الدستور تمثل فيها كل التمثيل فيها بنسبة تمثيل تمثيله في الشعب المصري تمثيل حقيقي مش تمثيل في البرلمان ازا؟ يعني المرأة خمسين في المية في الشعب المصري لا مش عشرين المرأة ايوه المرأة الاقباط الشباب الاقباط عشرين في المية عشر في المية تم تمثيله في اللجنة التأسيسية الاطباء الفلاحين العمال بزا؟ كلهم يتم تمثيله في اللجنة التأسيسية اه بنسبة توجده اه في الشعب المصري كله اه وليس بنسبة تمثيله في البرلمان حقيقي انا حزب الحرية والعادلة والحزب النور اه حرطك عايز تقول مرة تانية اسم التفلين اللي بيتم اه الولادين انا والله ما اعرفهم اه ولكن دول المواطنين المصريين ويجب اه زياد زياد سامح احمد سبع سنوات هو محتاج زرع خلايا زرع القلب خلايا جزعية للقلب محمد محمود ابو ومحتاج يسافر السعودية على وجه السرعة ومحتاج يسافر السعودية اه محمد محمود ابو جمرة اه ده 14 سنة سرطان في العضم يعني بالناشد وزير السحة ارجوك فيه ما ناس سفرت وفيه ما ناس اتعالجت فيه ما ناس داخلت مستشفى 57 تلاتة سبعة وخمسين ارجوك يا معالي الوزير شوف الولادين دولوا ارجوك ارحم اهليهم يعني من ان اولادهم يحصل لهم اي حاجة ارجوك ارجوك واي مسؤول يحط نفسه مكانهم استاذ حمدي اخيرا انا بشكر حضرتك سؤال اخير بالنعم او لا هترشح نفسك لرئاسها احتمال احتمال مشاهدين هنروح لفاصل ونرجع نستكمل باقي فقراتنا خليكم معا